قيمتنا، بدأ أحد المتحدثين المشهورين ندوته برفع ورقة نقدية بقيمة عشرين دولارا، وفي الغرفة التي تضم مئتي شخص، سأل من يريد هذه الورقة بقيمة عشرين دولارا؟ بدأت الأيدي ترتفع، قال سأعطي هذه العشرين دولارا لأحدكم، لكن أولا دعني أفعل هذا، وشرع في تجعيد الدولار، ثم سأل ومن لا يزال يريد ذلك، ما تزال الأيدي في الهواء، فأجاب حسنا، ماذا لو فعلت هذا؟ فأسقطها على الأرض، وبدأ يطحنها بحذائه على الأرض، لقد التقطها، ولان كلها مجعدة وقذرة، الآن من لا يزال يريد ذلك وما زالت الأيدي ترتفع في الهواء، أصدقائي، لقد تعلمتم جميعا درسا قيما للغاية، ومهما فعلت بالمال، فإنك ما زلت تريده لأنه لم تنخفض قيمته، وكان لا يزال يساوي عشرين دولارا؟ في كثير من الأحيان في حياتنا، نسقط، نتحطم، ونسقط في التراب بسبب القرارات التي نتخذها والظروف التي تأتي في طريقنا، إننا نشعر وكأننا بلا قيمة، ولكن بغض النظر عما حدث أو ما سيحدث، فلن تفقد قيمتك أبدا، أنت مميز، لا تنسى ذلك أبدا ترجمة نانسي قنقر